بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحاب مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة ونحن على هامش هذا المهرجان إن شاء الله وحواراتنا مستمرة تحديداً مع الأستاذ الإعلامية ريم الوريمي في قراءات إعلامية في هذا المهرجان المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ ريم بالحلقة اللي فاتت كان إن في الجزء الأول منها كان الحديث عن هل اقتربنا بعد كل تفاصيل وفعاليات وندوات ومؤتمرات هذا المهرجان اقتربنا من النموذج التي أو الذي تريده من السيدة الزهراء عليه السلام كأن يكون لمسناه في المشاركة في الباحثة في الحاضرة في الضيفة فضلية تدرين في البداية كنت ومن خلال على عديد من المؤتمرات التي حضرت فيها إن كان في إطار الأسرة أو في إطار التربية أو تعودنا أن نرى الكثير من التنظير على المنابر تعودنا أن نرى الكثير من المعطيات التي حقيقة نحتاجها لتكون موجودة في الجانب العملي عندنا في حياتنا فلما أتيت على أمل أن أجد نموذج يحتذى به ويكون هو هذا الجانب العملي في حياتنا اليومية كنساء نريد أن نشرب وننهل من نموذج سيدة الزهراء نموذج الكمال سلام الله عليها وتفاجأت بصراحة ومفاجأة جدا جميلة أن كل الأخوات اللواتي يعملن في مؤسسة الكفيل النسوية تحت رعاية العتبة العباسية أول شيء أنا سأقول شخصيا من رؤيتي أنا ما رأيت لم أكن أعرف الفرق بين المشرفة وبين التي تخدم في مستوى معين وهي تشرف عليها وبين الدكتورة وبين الباحثة التي تريد أن تقدم حتى أنني قلت لهم لن أقول خلية نحل لما كنا نتبادل هكذا الحديث ولكن سأقول روح واحدة فنموذج سيدة الزهراء في الحب والعطاء والرعاية هذا النموذج الأول مع الأولاد أحسسنا حقيقة صور شخصيتها سيدة الزهراء أي نعم أكيد أحسسنا أنه متواجد في رعايتهن لنا الجانب الشخصية السيدة الزهراء الفاعلة في المجتمع والمعلمة والمضيفة للنساء هذا الجانب رأيناه في بعض البحوث التي قدمت هذا النموذج كنا نتعلم منهن وكل واحدة كانت تطفي تجربتها الخاصة في البحث الذي تقدمه تقدم البحث برؤيتها لسيدة الزهراء من جانب معين ولكن كانت تضيف لنا من خبرتها هذا القليل فرأينا هذا الجانب من السيدة الزهراء أيضا في جانب مثلا الإلقاء وفي جانب أن تعطي هذه المرأة من شخصية الزهراء هناك نماذج قدمت وكانت لها الأسبقية في أن تأخذ من السيدة الزهراء ودعيني أقول لك أن الخطبة الفدكية في حد ذاتها ممتلئة بكل القيم وبكل الأسس إن كانت للتقديم أو كانت ولعننا نفصل فيه فيما بعد أكثر نعم فالتمسنا هذه الأسس التي تبني شخصية المرأة من خلال نموذج السيدة الزهراء ليس فقط فيما كنت أنا أصب إليه أنه يكون هناك نموذج عملي نأخذه ونحن سنقدمه ولكن التمسته حقيقة في بنات العتبة العباسية الله يحفظهن جميعا هذا الشعور شعرتي في وقتها أم الآن عندما تسترجعين هذه التفاصيل أم لربما وقت إتارت هذا التساري فيما أرى شيء أقول سبحان الله هنا فكرتني في السيدة الزهراء سبحان الله هنا كنت في خضم هذا المهرجان وعلى مدى الوقت لم يكن فقط في الجلسات الحوارية التي نجلسها كان أيضا في خروجنا مع بعض في مشهنا في كيف يقدموننا في كيف يأخذونا في الكلمة في الأكل في العطاء في كل تفاصيل ودقة الأشياء البسيطة التي تلاحظها المرأة بطبيعتها فالتمسته وقتها وتجمعت عندي الفكرة أن النموذج موجود نحتاج فقط لكي يكون يرسل إلى المجتمعات الأخرى أو هذا الإرسال أو هذا الإيصال لهذا النموذج نحتاج فيه كثيرا للإعلام أخذ حقه في الإضاءة عليه الإعلام هذا النموذج الآن نتحدث به والذي موجود واقعا وبعض التفاصيل ذكرتها خصوصا في بيئة أو مناخ المهرجان أخذ حقه في الإضاءة عليه هذا النموذج وبالتالي نعم نعم وكان والتمسته في كلمة كل أخت من الأخوات لما كان في آخر المهرجان وفي الاختتام كل واحدة منهن اللهجة تونسية هكذا دائما تأتي تريد أن تخرج معي حبيبتي كل واحدة تكلمت من خلال تجربتها في المهرجان فأضفت ما تريد أن تحمل إلى المجتمع الخاص بها ومن خلال الإعلام رغم أنه يمكن اليوم المرأة ينقصها أساسيات قليلة في الإعلام سيقولون لنا ما دخل المرأة في الإعلام كل إمرأة في يوم من الأيام تكون متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي تكون متواجدة في خطبة تكون متواجدة اليوم عندنا في الإعلام أيضا كل من يمثل مؤسسات كل مؤسسات عند هذا الجانب الإعلامي ولو كانت مدرسة صغيرة فليس هذا حكرا فقط على الشخصيات الإعلامية فجوانب الإلقاء جوانب العطاء في الكلام جوانب البلاغة جوانب تنظيم الأفكار كل هذه الجزئيات يجب أن تكون في كل أمرأة فالتمسته من خلال حديث الحاضرات في بداية المهرجان وفيما بعد لما كنا أمام الكاميرات كنت أنظر وأقول عجيب هذه يمكن أن تكون مقدمة رائعة لما أنه في تحت الباب على موضوعة مهمة جدا وكانت من أساسيات هذا المهرجان ومن ضمن أهداف المهمة أنه اليوم إحنا مستهدفين في الكثير من مفاصل حياتنا المرأة المسلمة تحديدا ودائما نقول هناك حرب ناعمة لا نشعر بها هذه الحرب أمرها طويل يعني هي تضرب الآن وتنتظر النتيجة بعد 15 عاما على هذا الجيل صراحة فيكون المواجهة صعبة تحتاج إلى كثير من الأدوات حتى نواجه هكذا تحدي اليوم ضربت من المفاصل المهمة بالمجتمع الثقة عدي المرأة واختلط مفهوم الثقة بمفهوم الجرأة وابتعد بمسافة كبيرة جدا عن مفهوم الحياء وبالتالي أيضا هكذا موزج واختلط بطريقة يعني لائقة يجب أن تكون المرأة الجريئة لكي تكون عندها ثقة صح؟ واليوم أنت حتى تكوني إعلامية وتحدثي وخلي أدي ثقة بنفسك كبيرة وتحدثي فيما يدور في ذهنك وعبري على رأيك أين كان هذا الرأي وكثير من مجالات الحياة حاضرة في أذهان الجميع الآن هذه اليوم كيف نعود بهذه المفاهيم إلى السلامة هذا مفهوم الثقة مفهوم سليم وأسسه في ذهن ابنتي اليوم في فتياتنا اليوم في أذهانهم في نفوسهم الثقافة الإعلامية مطلوبة من الجميع مع احترام التخصصات أكيد لكن لابد أنه حتى ربة البيت لديها ثقافة إعلامية ما تواجهه من حرب إعلامية كبير جدا لربما هو ما يؤطر كل الحروب حديث لكم سؤال جدا مهم ولا أستطيع أن أمر عليه من دون أن أنوه إلى أنه ليس فقط كما قلت النساء اللواتي على السوشيال ميديا على الإعلام اللواتي يجب أن يكون عندهن هذا الأمهات وحتى الأطفال لأنهم هم في الواجهة والشباب اليوم والمراهقين هم أيضا في الواجهة اليوم كل من عنده جهاز تليفون يمكن أن يكون هو واجهة إعلامية يمكن أن يقدم ويمكن أن يتكلم بالنسبة لموضوع الثقة الثقة عند الإنسان أول أساس لبناء الثقة هو الانتماء الصحيح الانتماء الصحيح لما تكون منتمي إلى شيء أنت تفتخر به ستكون عندك ثقة في نفسك هذه الثقة لا يمكن أن يزعزها شيء فأنت ستتكلم من خلال هذه الثقة الانتماء يأتي من التقليد مكتسب أنا أربي وأسس علي جيل من كل شيء يأتي من التقليد في البداية ويمكن أن يكون عندك طابعك في أن تؤسس شيء جديد من خلال هذا التقليد الذي أخذته فالقدوة مهمة القدوة جدا مهمة ونرجع ونعود إلى أننا نريد قدوة ثابتة له وهي السيدة الزهراء سلام الله عليها سنأخذ نموذج السيدة الزهراء في الخطبة الفدكية لما خاطبت بكل تلك الثقة هي لم تكن في جرأة مخلة بحيائها أو مخلة بشخصيتها كامرأة إسلامية منتمية إلى بيت النبوة اليوم كما قلت نعلم أن هذا الحياة وهذه الثقة تكسر بقول أن المرأة يجب أن تكون جريئة ووقحة لا ما نحتاج السيدة الزهراء كانت في خطبتها وطلت إلى عشر مواضع في كل مرة تذكر من هي رأيت هنا عزة فخر ثقة انتماء بكلمة أبي أبي أنا كذا أنا فلانا اعلموا أني فاطمة اعلموا أني فاطمة بنت كذا عشر مواضع تتصورين في خطبة واحدة عشر مواضع لم تحتج ولا لأي لحظة أن تكون ليس عندها حياء أو أن تستعمل ألفاظ ليست في محلها اليوم الكثير من من هنا في مواقع التواصل الاجتماعي يتكلم ويتحدث حتى بألفاظ تكاد ما هذا لما نسمعها وتظن أنه هنا هذه شخصيتها لا السيدة الزهراء زلزلت التاريخ كله بخطبة لما تكلمت فيها محتاجت إلا أن ترجع إلى النقطة الأساسية ألا وهو الانتماء أحسنتم معظم شبابنا اليوم في الغرب يهزمون ويفقدون هويتهم الإسلامية ويفقدون انتماءهم ويفقدون عفوا شخصياتهم لأنه تكسر عندهم الهوية والمصيبة ما عادت فقط في أولادنا في الغرب أصبحت أيضا في شبابنا في عقر ديارهم أحسنتم ومدنهم التي يؤذن فيها أحسنتم اقرأي لنا الحياء قيمة الحياء هذه القيمة الإيمانية الكبيرة في اليوم الحاضرات المشاركات الباحثات في هذا المجمع النسوي كيف تألق الحياء فيه صراحة أول شيء تألق من جمال العباء بصراحة بكل الوجوه التي كانت موجودة وأنا قلت سبحان الله حتى في حفل التكريم الأخوات يعني لما يذهب كنت أرى سحب العباءة للصورة سحب العباءة على الوجه لم يمنعهن هذا من أن يقدمنا بحوثا بهذه القيمة الحياء كان موجود أيضا في لا أريد أن أتصور شكرا ليس أريد أن أتصور واخذيني لا لا أريد أن أتصور شكرا ليس بطريقة أنني أستنقص لا بعزة بفخر أنا لا أريد لا أريد الصورة بفخر لكن لم يمنعها من أن تكون جزء من كل البناء الذي وجد اليوم في مؤسسة الكفيل وأنا زرت المقر وقلت لهم صدمت ليس تفاجأت بل صدمت نعم بعظيم ما هو موجود في تلك الشخصيات في خطابتهن في قسم الخطابة أو في الإذاعة في أدعة الكفيل أو في المدارس مدارس مؤسسة الكفيل النسوية أو في شيء حقيقة يطلج استطر طيب دخلت إلى مراكز كثيرة تحديدا أنت دخلت إلى البناء الكبيرة اللي كانت مركز الصديقة طاهرة عليها أفضل الصلاة والسلام وكان مجمع نسو كبير ومتخصص باختصاصات معينة وهناك من تصدى لقضايا أسرية كثيرة أينها وأكيد دخلتي وهذا الأمر ملفت للانتباه وأيضا كان لهم كثير من يعني صراحة المشاركة على مستويات عدة في هذا المهرجان أساليب العلاج بالنسبة للمشاكل الأسرية أكيد اطلعتي على منهاجهم كان مثير للاهتمام جدا مثير للاهتمام يحفظ خصوصية الأسرة أكيد لكن تعدرين ما هو الذي يسحب اهتمامي أو يجلب انتباهي لهذا المنهج أنه لكي نبني نحن منهج عندنا في بلدان الغرب أو في أوروبا أو في حكمة نانية فرنسية تونسية نحتاج إلى أن نذهب إلى مناهج مختلفة فأنا أخذ منه حوصلة هذا المنهج ومن هذا حوصلت هذا المنهج ومن هذا حوصلت هذا المنهج فوجدنا أن المناهج أنا شخصيا وجدت أن المعتمد مكتمل بطريقة عجيبة حسنتو ويضفي عليه الطابع الديني أو الانتماء الديني تكمل غير طبيعية تصوري كل هذا وضع في كل الدول العربية ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون أمة كونية وليست أمة عالمية هناك خطاب حتى في الحمد لله موجود في هذا الواقع صراحة المهرجان كان تلاقح لهذه الأفكار بداية من بلدنا بداية من كربلاء المقدسة بداية من العتب العباسية المقدسة وهذا التجمع النسوي صراحة هناك خطاب أصبح يسم بثقافة أسرية ثقافة أسرية يعني كل أفراد الأسرة بداية من ولي الأمور سواء الأم أو الأبث مبعد ذلك مع الأبناء صراحة ويستمر للأحفاد يستمر لأنه أنا أجعل هذا الأمر متوارد بناء وعي كامل في المجتمعات العربية وعي أسري ثقافي أحسنتم ويبدأ دائما من هنا من الأسرة وعي أسري ثقافي هذا الوعي إذا إن شاء الله يا رب وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر اكتمل وكل النشأ الذي سيأتي فيما بعد سيبنيه تأكد أن المجتمعات في خير كنت لما آتي إلى المؤتمرات وهكذا عندي هذا الخوف وعلى الأمة والله العظيم وقلتها يعني حتى بيننا في الكواليس أن كان عندي هذا الخوف والهاجس أنه أشعر أنني أقدم 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 متعبة متعبة أتكلم أتكلم أصبح متعبة لأنه ما في ردة فعل دائمة دائمة هل تتغير الأمور؟ نذهب إلى شعوركم الجديد ولمفرح إن شاء الله بعد هذا الفاصل إذن نذهب إلى هذا الفاصل ثم لنعود حياكم الله أينما كنتم ونحن مستمرون في هذه القراءات الإعلامية في مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة مع الضيفة والزميلة الإعلامية الأستاذة ريم ألوريمي مرة أخرى حياكم الله ندخل إلى شعور ريم ألوريمي عندما في هذه السنة تحديدا في هذه النسخة من المهرجان أصبح لديها شعورا مغايرا عندما تدخل إلى شعور مختلف عن شعورها سابقا عندما تشارك أو تستضاف من قبل مهرجانات أخرى تفضلي أي نعم الحقيقة في العادة لما سأقول قبل أن أقول في مهرجان معين كنت دائما عندي هذا الشعور في كل ما أقدمه على موقع التواصل الاجتماعي حتى في عملي في عيادتي أو في مجال المجتمع الذي حتى الكلمة تصبح فيه دعوة للخير أو تصبح فيه مصححة لمسار كنت عندي هذا الشعور المؤلم أنه لعلك لن تصلي إلى النتيجة لعلك تنادين دائما إلى السيدة الزهراء ولأهل البيت ودائما هناك جانب يفرض أن يكون هذا فقط في إطار التشيع إلا أنه في إطار إنسانية أنا أدعو إليه فشعوري الدائم بالحزن أنه لعلي أصفق بيد واحدة ولن أصل إلى شيء ولن تتغير الأمور سبحان الله وأحضر في مؤتمرات ودائما الشعور يمكن أشحن وهناك شعور يأخذني إيجابي لكي أكمل بنفس في المرحلة التي تأتي فيما بعد ولكن دائما أرجع إلى ذلك الفطور والخوف والإحساس أنني يمكن لن أصل حقيقة وكلمة حق سأقولها لما أتيت في هذه الدعوة من العتبة العباسية ورأيت النموذج موجود حقيقة يتمشي يمشي على رجليه في كل الأخوات المتواجدات في خلية النحل في هذه الروح الواحدة من نور روح السيدة الزهراء استشعرته سأحدثك في موقف فيما بعد وقالي أنا تفاجأت أصلا به لا يزال هناك أمل واليوم الشحنة أقوى بكثير لكي يكون البناء الذي سيأتي فيما بعد أكبر الكثير من الأشياء تحدثت فيها سابقا وقدمت برامج معينة كانت دائما تنتهي بسرعة لأنه أشعر لن يكون من ورائها شحب قوي للهمم لكن اليوم لعله يا رب يكون فيما بعد الشحنة أكبر وأكبر وأتمنى أن نكون دائما متواجدة لهذه الشحنة صدقا شهادة نعتز فيها بحكم حضوركم الإعلامي الدولي المستمر والمميز نتوقف عند مفصل مهم وهو من طموحات العتب العباسية المقدسة تحديدا في هذا المهرجان مثل ما تعرفون أنه بكل الأيام اللي فاتت الندوات المحاضرات الدراسات طلعت عليها كانت جلها تصب في الواقع الثقافي للمرأة وكذلك ما صدره العالم الغربي للعالم الإسلامي اليوم ثقافة دخيلة يعني وفي محاولة للحفاظ على المرأة صورة المرأة التي تمثل محورية في بناء الأجيال بناء سلوكيا معرفيا تربويا لو توقفنا يعني حسب رصيدي الإعلامي أنه كثير من هذه الدراسات نجحت وجاءت بنتائج وحلول ناجعة لهذا الواقع برأيكم بالإمكان أنه تصدير هذه الحلول لبلاد غير مسلمة وباعتبار أنه لدينا هناك جالية مسلمة في كل بقاع الأرض وتطبيقها وهو السبيل الأمثل كما هي كما هي بآليات أصدرها وبالتالي تكون مثل ما كانت هنا حلا ناجعا يكون ذاته في بيئة غير مسلمة خسب تجربتكم نعم ممكن ولكن نحتاج إلى عمل إضافي متمثل بماذا؟ أول شيء إمكانياته لأنه النموذج جرب كان هناك بحث جدا أعجبني لدكتورة لبنانية أخذت قيم السيدة الزهراء اشتغلت عليها وظفتها في مجموعات من الطلاب ثم قامت بإحصائيات عن مدى تغيير سلوك الطالب من خلال هذه القيم التي زرعتها من السيدة الزهراء سلام الله عليها وكانت النتيجة جدا رائعة جدا رائعة الله يحفظها في هذا البحث حقيقة اليوم البحوث التي وجدناها والتي حضرت وسمعتها تأخذ من نموذج السيدة الزهراء وتستخرج القيم التي تبنينا فتفقفنا من خلال هذا الرصيد الذي موجود في السيدة الزهراء حسنتم لكن نحتاج الآن إلى أن تكون أعيننا على المجتمعات أكثر لأن تكون أعيننا وفهمنا الدقيق من الناحية الثانية مثلا موضوع الجندر الذي تطرقنا إليه نعم موضوع من أخطر أخطر المواضيع الموجودة عندنا اليوم نحتاج أن تكون عندنا مؤتمرات موازية تبين أكثر وتوعي أكثر على هذا الخطر الموجود فإذا كان هذا الخطر فهمناه وتطرقنا إليه وفهمنا اللغة الضمنية الموجودة فيه والإحاءات المساهمة في زرعه وتعلمنا كيف نكسر هذه الإحاءات وكيف نغير النظرة في العقل اللواعي نحتاج بين هذا وهذا إلى الإعلام الصحيح الذي من هنا يربط مع هنا لكي تكون النتيجة وتصدر هذه الثقافة لأهل البيت والسيدة زهراء إلى الغرب أحسنتم نتحدث في المحتوى الفكري وثقافي لهذا المهرجان ونعرج على كثير من الأمور اللي أطرت هذا المهرجان أريد من الإعلامي الأستاذ ريم لوريم يعني رأيا إعلاميا منصفا فيما لمسته ورأت على مستوى إدارة العتبة العباسية المقدسة صراحة قدمت كل الإمكانات المتعلقة بهذا المهرجان لإنجاح على مستوى قاعات لجان منظمة يعني على المستوى ذات طابع ديني فكري شعري ثقافي قرآني أكيد وأيضا يعني إمكانات فنية هندسية كوادر خاصة ولها ذلك التخصص على مستوى التنظيم والترحيب وغيرها وشاهدت كيف هناك أيضا جهد نسوي بحث صراحة وبإدارة واعية فلو أردنا أن نصف هذه الجهود الاستثنائية التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان رأيا إعلاميا منصفا من حضرة اشتفضى لي سأبني رأي الإعلامي المنصف على ما سمعته من الأخوات اللواتي أتينا من الغرب بحكم أنه النقاش كان جدا جدا دائما متواجد نسمعه لان سأبدأ من الأكل أبسط شيء الأكل إلى أن أصل إلى الإشارة إلى القاعة أنا هذا شد انتباهي وهذا سيكون رأيي أنا أحد الأخوات اللواتي أتينا من أوروبا قالت أنا دائما أذهب إلى مؤتمرات وأنظر وكذا قالت تفاجأت من استراتيجية حتى جلوسنا للأكل أبسط شيء نوعية الأكل الموجودة الله نوعية الحفاوة التي كانت عندنا الكمية حتى أنهن كنا يقول أنا لا أستطيع أن أكل كل هذا كانوا اثنان يتقاسبوا صحا لأنه يعتبروا الكمية يعني قالت كل هذا العطاء وكل هذا الكرم شيء غير موجود حتى في ثقافات الأوروبية لن أتكلم عن القاعات وأتكلم عن التنظيم وأتكلم عن من الكلمة الصغيرة التي تكتب في لافتة إلى الزهور على رؤوس البنات إلى التنصيق والتنظيم حتى في الجمالية المكان الصور تتكلم بمفردها لن أتكلم أنا على هذا أنا سأنوه إلى شيء لما نذهب إلى مؤتمرات نجد إشارة مكتوبة بالورقة على الحائط تقول هنا اتجاه قاعة كذا وكذا تعرفين نحن كيف كانت إشارة القاعات من الأخوات من مؤسسة الكفيل النسوية ببنات واقفات على مدى الطريق إلى أن نذهب إلى القاعات ابتسامة عريضة حجاب جدا راقي ورائع موحد ولبس موحد مع ابتسامة تفضلي من هنا تفضلي من هنا تفضلي من هنا ولا في أي لحظة وجدنا أننا لم نجد الاتجاه أو احتجنا أن نرجع دائما إلى الورقة المكتوبة هذا البرنامج إلى هنا سنذهب إلى هنا سنرجع فكل التحية للعتبة العباسية على هذا الدعم للمرأة في كل هذا المرأة يعني شهادة بكل تفاصيل نعتز بيها صراحة إذن أستاذ ريم أنا حتى ما يتارك في الوقت أيضا السيدة زهراء عليه السلام مجمع النورين نبوة وإمامة حسب رأيكم المشاركات البحوث الدراسات المحاضرات كانت بمستوى يرتقي إلى روح النبوة إلى هذا الشعار وصل إلى هذا المستوى بحسب ما هو هذا العنوان روح النبوة يعرب عن جميل هذه المرأة وهي روح أبيها التي بين جنبيه البحوث تطرقت إلى البعد الروحي في السيدة زهراء إلى البعد الثقافي في السيدة زهراء البعد الاجتماعي في السيدة الزهراء البعد النفسي في شخصية السيدة الزهراء إلى البعد التعليمي في شخصية السيدة الزهراء فمعظم البحوث لما نجمحها نجد أنها أخرجت في الآخر هذا النموذج بطابعها المرأة اليوم في وقتنا اليوم قربت بين النموذجين الاثنين وقدمت لنا جميل هذه الشخصية حقيقة هو روح النبوة ولكن دعيني أقول لك السيدة الزهراء سلام الله عليها لو كان البحر مداداً لكي يكتب حقيقة السيدة الزهراء وشخصية السيدة الزهراء وقيم السيدة الزهراء لن نستطيع أن نكتب وسينفذ كل هذا البحر سأقول كلمة قلتها في الكلمة اليوم الاختتامية قلت لهم دعوني أجعل أرسم بسمة تحدثوا كثيراً عن جملة ذكرت فيها ربزيات بعيدة في المدى أقولها لكي اليوم قلت لهم دائماً نسمع وراء كل رجل عظيم امرأة وعندي حتى الصديقة التي من بلجيكا قالت أنا أمزح على هذه الكلمة ضد الطيارات النسوية أو ضد الذكورية الأحياناً الموجودة فأقول لهم وراء كل رجل امرأة عظيمة هي تقول هكذا فجاءت المنظمات النسوية فلماذا وراء كل رجل عظيم امرأة دائماً وراء المرأة فقالوا لا وراء كل امرأة ألغوا الرجل وراء كل امرأة نفسها ثم نفسها ثم نفسها ونسمع هذا الشعار فقلت لهم اليوم دعوني أقول وراء كل امرأة عظيمة ليس فقط عربية إسلامية بل منتمية للإنسانية فاطمة ثم فاطمة ثم فاطمة فرعاكم فاطمة إن شاء الله حسنتم تعود الأستاذة الإعلامية ريم الوريمي إلى بلدها بإذن الله تعالى سالمة وغانمة إن شاء الله بالخير والبركة من رحاب السيدة زهراء عليها السلام وبإذن الله تعالى من مشاريع معطاءة وهدفة كثيرة هناك قد ما تتحدث مع نفسها ماذا تقول على صعيد الشخصية؟ لا يزال ارتبكت لذكرهم لا يزال الخير قائم ما دام آل البيت موجودون إن شاء الله نراها إن شاء الله بإذن الله ومشيئته في النسخة المقبلة وتكون مشاركة ولديها بحث إن شاء الله إن شاء الله تحتمر ونسنرى إن شاء الله في لحظات الأخيرة الروحانية اللي عشناه ونحن في رحاب روح النبوة لمستيها تسربت في كل أرجاء القاعة روحانية وجود السيدة زهراء في هذا المهرجان التمسته في شيء عجيب وقع لي قبل أن أقدم الكلمة الختامية أخذت الوراق وخرجت أتحرك هكذا قبل أن أدخل للمداخلة لا أدري كيف كان عندي الشعور أنني يجب أن أكتب كلمة ملكات لأنه شعرنا أننا ملكات في هذا المهرجان وليس ضيفات حسنتم فلما دخلت وبدأت أتكلم وقلت هذه الكلمة عيني التقت بعين أحد المشاركات من صديقة عزيز على قلبي من البحرين فابتسمت وشعرت أن وجهها تهلل لهذه الكلمة بالذات من كل الخطاب ما فهمت لماذا فبعد في آخر الحفل الاختتامي لما مرروا كل الكلام الذي متواجد وكانت تقريبا هي الوحيدة التي تشارك في كل الأفكار التي يمكن أن نبني بها حواراتنا جاءتني أو قبل قاموا بالبث والمذكور لما تكلمت قالت أحسسنا أننا ملكات ما كنت أعرف أنها قالت هذه الكلمة فما الذي جعلني أكتبها مباشرة قبل بداية الخطاب فقط تلك الروحنة التي وصلت هذه القلوب فنحن كلنا إنسان واحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد وقد التمسنا هذا الود والرحمة وجعلنا تلك الروح الواحدة ما زلنا في السعي والحديث عن السر المستودع فيها نكمله بإذن الله في أسنى المقبلة بمشيئة الباري عز وجل كل التقدير والمحبة الصادقة من القلب والدعوات القلبية الصادقة بالتوفيق إن شاء الله تحيطكم في وضاة وألطاف السيدة زهرى عليه السلام الله يبارك بكم إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار وهذه القراءة الإعلامية في مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة في أمان الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر